اشتركوا في القناة وأرهف لي شبا حده وداف لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه ولم تنم عني عين حراسته وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني ذعاف مرارته فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير من من ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت شبا حده وخذلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائده إليه ورددته عليه ولم يشف غليله ولم تبرد حزازات غيظه وقد عض علي أنامله وأدبر مولياً قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من باغين بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وأضبأ إلي إضباء السبعي لطريدته انتظاراً لانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملق ويبسط لي وجهاً غير الطلق فلما رأيت دغلى سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبان إلي في بغيه أركسته لأم راسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهواء حفرته وجعلت خده طبقاً لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وذكيته بمشاقصه وكببته لمنخره وردت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخذأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذل إلياً مأسوراً في ربق حبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا رب لو لا رحمتك أن يحل بما حل بساحته فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من حاسد شرق بحسرته وعدو شجيئ بغيظه وسلقني بحد لسانه ووخزني بموقي عينه وجعلني غرضاً لمراميه وقلدني خلالاً لم تزل فيه ناديتك يا رب مستجيراً بك واثقاً بسرعة إجابتك متوكلاً على ما لم أزل أتعرفه من حسن دفاعك عالماً أنه لا يفقاده من أوى إلى ظل كنفك ولن تقرع الحوادث من لجأ إلى معقل الانتصار بك فحصنتني من بأسه بقدرتك فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد ولمحمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكري إلهي وكم من سحائب مكروه جليتها وسمائي نعمتين أمطرتها وجداولي كرامتين أجريتها وأعيني أحداثين طمستها وناشئتي رحمتين نشرتها وجنتي عافيتين ألبستها وغوامري كرباتين كشفتها وأمورين جاريتين قدرتها لم تعجز كيذ طلبتها ولم تمتنع منك إذ أردتها فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكري إلهي وكم من ظن حسن حققت ومن كسر إملاق جبرت ومن مسكنة فادحت حولت ومن صرعة مهلكتين أنعشت ومن مشقة أرح لا تسأل يا سيدي عما تفعل وهو هم يسألون ولا ينقص كما أنفقت ولقد سئلت فاعطيت ولم تسأل فابتدأت واستميح باب فضلك فما أكدايت أبيت إلا إنعاما وامتنانا وإلا تطولا يا ربي وإحسانا وأبيت يا سيدي إلا انتهاكا لحرمات واشتراء على معاصيك وتعديا لحدودك وغفلة عن وعيدك وطاعة لعدوي وعدوك لم يمنعك يا إلهي وناصري إخلالي بالشكر عن إتمام إحسانك ولا حجزني ذلك عن ارتكاب مساخطك اللهم وهذا مقام عبد دليل اعترف لك بالتوحيد وأقر على نفسه بالتقصير في أداء حقك وشهد لك بسبوغ نعمتك عليه وجميل عادتك عنده وإحسانك إليه فهب لي يا إلهي وسيدي من فضلك ما أريده سببا إلى رحمتك وأتخذه سلما أعرج فيه إلى مرضاتك وآمني من سخطك بعزتك بإعزتك وطولت وبحق نبيك محمد صلى الله عليه وآله فلك الحمد فلك الحمد يا رب من مقتدر وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبدين أمسى وأصبح في كرب الموت وحشرجت الصادر والنظر إلى ما تقشعر منه الجلود وتفزع له القلوب وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات الله يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبدين أمسى وأصبح سقيما موجعا في أنة وعوئير يتقلب في غمه لا يجد محيصا ولا يسيغ طعاما ولا أشرابا وأنا في صحة من البدن وسلامة من العيش كل ذلك من فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات الله يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبدين أمسى وأصبح خائفان مرعوبا مشفقا وجلا هاربا طريدا منجحرا في مضيق ومخبات من المخابة قد ضاقت عليه الأرض برحبها لا يجد حيلة ولا منجى ولا مأوى وأنا في أمن وطمأنينة وعافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبدين أمسى وأصبح مغلولا مكبلا في الحديد بأيدي العدات لا يرحمونه فقيدا من أهله وولده منقطعا عن إخوانه وبلده يتوقع كل ساعة بأي قتلة يقتل وبأي مثلة يمثل به وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبدين أمسى وأصبح يقاس الحرب ومباشرة القتال بنفسه قد غشيت الأعداء من كل جانب بالسيوف والرماح وآلة الحرب يتقعقع في الحديد قد بلغ مجهوده لا يعرف حيلة ولا يجد مهربا قد أذنف بالجراحات أو متشحطا بدمه تحت السنابك والأرجل يتمنى شربة من ماء أو نغرة إلى أهله وولده ولا يقدر عليها وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح في ظلمات البحار وعواصف الرياح والأهوال والأموات يتوقع الغرق والهلاء لا يقدر على حيلة أو مبتلا بصاعقة أو هدم أو حرق أو شرق أو خسف أو مسخ أو قدف وأنا في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وكم من عبد أمسى وأصبح مسافرا شاخصا عن أهله وولده متحيرا في المفاوذ تائها مع الوحوش والبهائم والهوام وحيدا فريدا لا يعرف حيلة ولا يهتدي سبيلا أو متأذيا ببرد أو حر أو جوع أو عريء أو غيره من الشدائد مما أنا منه خلون في عافية من ذلك كله فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي كم من عبد أمسى وأصبح فقيرا عائلا عاريا مملقا مخفقا مهجورا خائفا جائعا ضمآا ينتظر من يعود عليه بفضل أو عبد وجيه عندك هو أوجه مني عندك وأشد عبادة لك مغلولا مقهورا قد حمل ثقلا من تعب العناء وشدة العبودية وكلفة الرق وثقل الضريبة أو مبتلا ببلاء شديد لا قبل له به إلا أبمنك عليه وأنا المخدوم المنعم المعافى المكرم في عافيته مما هو فيه فلك الحمد على ذلك كله من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآهل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين إلهي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح عليلا مريضا سقيما مدنفا على فرش العلة وفي لباسها يتقلب يمينا وشمالا لا يعرف شيئا من لذة الطعام ولا من لذة الشراغ ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لا ظرا ولا نفع وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآهل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبد أمسى وأصبح وقد دنا يومه من حتفه وأحدق به ملك الموت في أعوانه يعالج سكرات الموت وحياب تدور عيناه يمينا وشمالا ينظر إلى أحبائه وأودائه وأخلائه وقد منع من الكلام وحجب عن الخطاب ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعاء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين مولاي وسيدي وكم من عبدين أمسى وأصبح في مضائق الحبوس والسجون وكربها وذلها وحديدها تتداول أعوانها وزبانيتها فلا يدري أي حال يفعل به وأي مثلة يمثل به فهو في ظر من العيش وضنك من الحياة ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعاء وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحم سيدي ومولاي وكم من عبد أمسى وأصبح قد استمر عليه القضاء وأحدق به البلاء وفارق أوداءه وأحباءه وأخلاءه وأمسى سيرا حقيرا ذليلا في أيدي الكفار والأعداء يتداولونه يمينا وشمالا قد حصر في المطامير وثقل بالحديد لا يرى شيئا من ضياء الدنيا ولا من روحها ينظر إلى نفسه حسرة لا يستطيع لها ضرا ولا نفعا وأنا خلو من ذلك كله بجودك وكرمك فلا إله إلا أنت سبحانك من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لك من العابدين ولنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين وعزتك يا كريم لأطلبن مما لديك ولألحن عليك ولأمدن يدي نحوك مع جرمها إليك يا ربي يا ربي فبمن أعود وبمن ألود لا أحد لي إلا أنت أفتردني وأنت معودي وعليك متكدي أسألك باسمك الذي وضعته على السماء فاستقلت وعلى الأرض فاستقرت وعلى الجبال فرست وعلى الليل فأغلم وعلى النهار فاستنار أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي لي حوائجي كلها وتغفر لي ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها وتوسع علي من الرزق ما تبلغني به شرف الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين مولاي بك استعانت فصل على محمد وآل محمد وعني وبك استجرت فأجرني وأغنني بطاعتك عن طاعة عبادك وبمسألتك عن مسألة خلقك وانقلني من ذل الفقر إلى عز الغناء ومن ذل المعاصي إلى عز الطاعة فقد فضلتني على كثير من خلقك جودا منك وكرما لا باستحقاق مني إلهي فلك الحمد على ذلك كله صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين وارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين سجد وجهي الذليل لوجهك العزيز الجليل سجد وجهي البال الفاني لوجهك الدائم الباقي سجد وجهي الفقير لوجهك الغني الكبير سجد وجهي وسمعي وبصري ولحمي ودمي وجلدي وعظمي وما أقلت الأرض مني لله رب العالمين اللهم عد على جهلي بحلمهك وعلى فقري بغناك وعلى ذلي بعزك وسلطانك وعلى ضعفي بقوتك وعلى خوفي بأمنك وعلى ذنوبي وخطاياي بعفوك ورحمتك يا رحمن يا رحيم اللهم إني أدرأ بك في نحر عدوي وأعوذ بك من شره فاكفنيه بما كفيت به أنبياءك وأولياءك من خلقك وصالحي عبادك من فراعنتي خلقك وطغاتي عداتك وشر جميع خلقك برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكير تقدمت شبكة أفواج اللبنانية أمل للأناشيد السيد أبو علي جواد ترجمة نانسي قنقر